موسيقى تمثل الصناعة العسكرية بعدا حيويا للاقتصاد وهي جزء أساسي من الأمن القومي للدول ومن ضمن هذه الدول المصنعة للسلاحية الصربيا حيث كانت الصناعة الدفاعية متواجدة منذ زمن بعيد وبالذات في فترة دولة يوغسلافيا الاتحادية وسجلت صناعة الأسلحة في صربيا نموا ملحوظا مؤخرا على الرغم من الأزمة الاقتصادية فقد أفادت بيانات غرفة التجارة أن الصادرات العسكرية الصربية قد بلغت 520 مليون دولار في العام الماضي لتصل إلى 650 مليون هذه السنة وتخص الصربية 90% من إنتاجها من الأسلحة للتصدير وتجري عملية الإنتاج في 6 مصانع كبرى غالبيتها تابعة للدولة وكانت بعض الدول العربية كالعراق وليبيا ضمن كبار مشتري الأسلحة اليوغسلافية ومن أهم المنتجات العسكرية الحديثة للصربية العربة المدرعة ميلوش والتي عرضت مؤخرا في معرض عيدكس لأول مرة وتنتجها شركة يوغو أمبورت وتقول الشركة أن هذه العربة هي متعددة الهداف وتستخدم من قبل الشرطة وقوات الأمن والجيش في مختلف الظروف المناخية والجغرافية وتصل الحمولة إلى 14 طنا وأن العربة يمكن أن تستخدم في مهمات دورية واستطلاع وكعربة قيادة ونقل ودعم ومهمات أمنية وكقانصة دبابات وهي مزودة برشاش ثقيل من عيار 12.7 مليمتر ورشاشات وقاذفات قنابل وأنظم الصواريخ مضادة للدبابات وأجهزة رادار ومراقبة كما يمكن أن تستخدم أيضا في عمليات كمان والحماية من الصواريخ وأنها مزودة أيضا بأنظمة اتصالات متطورة وأجهزة رؤية ليلية بالإضافة إلى كاميرات متحركة كما تنتج صربيا عدة نظم مدفعية وصاروخية منها نظام المدفع المركب على شاحنة نورا عيار 155 مليمترا حيث يقول المصنعون أن طلبات ميادين القتال المعاصرة استدعت في العقد المنصرم أهمية استقدام أنظمة فرعية وحلول مفاهيم جديدة ما استدعى استقدام الجيل الثالث من نورا وتم تطبيق التكنولوجيا الأحدث في تصميم وتصنيع هذا الجيل والذي نجمع عنه توفير كبير في الوقت وزيادة في الدقة وتضمن الجيل الثالث لمدفع نورا عددا من الحلول التقنية الجديدة حسب ما تقول الشركة المصنعة فعلى سبيل المثال الحماية الدرعية الكاملة على كافة جوانب العربة التي أبرزها على السطح الخارجي وجعلته أكثر مناعة ومتانة يبلغ طول سبطانة المدفع على العيار 155 مليمترا ثمانية أمتار وهو مزود بكتلة مغلاق شبهة أوتوماتيكية وبحل متقدم لحجرة الحشوة الدافعة لنظام التشغيل الذاتي وتتطابق ذخيرة المدفع كل يوم مع متطلبات معايير اتفاقية حلف شمال الأطلسي للمدافع عيار 155 مليمترا ويتكون جهاز التذخير الأوتوماتيكي من علبتين تحتويان على 12 مقذوفا و12 حشوة دافعة وملقم ما يؤدي إلى زيادة نمط الرمي وتخفيض أعباء الطاقم ومن الممكن تموين جهاز التذخير من الحاوية الموجودة على متن العربة وتتضمن الحاوية ثمانية علب قابلة للفك وتحتوي كل منها على 6 بيوت أي 4 في الوسط والخاصة بتخزين المقذوفات واثنين على الجانبين الأيسر والأيمن والخاصة بالحشوات الدافعة وتنتج الصناعة الصربي أيضا نظام ألاس الصاروخي وهو عبارة عن نظام صاروخي هجومي خفيف متقدم ومعد أساسا لمهام الرمي المضاد للدروع والهجوم البري ويستخدم ألاس نوعين من المهام الأساسية الهجمات الضاربة المعزولة ضد أهداف تراوح بين العربات البرية الخفيفة وعمليات القتال المضادة للسفن وأيضا العمليات الهجومية ضد أهداف برية والتي تنفذ من البحر والمدى الأقصى لهذا الصاروخ هو 25 كم مع إمكانية تمديد المدى الأقصى إلى 60 كم والسرعة القصوى للصاروخ هي 180 مترا في الثانية ومن المنتجات الحربية الصربية أيضا طائرة التدريب المتقدم اللاستا ناينتي فايف تم تصميم طائرة اللاستا ناينتي فايف لغرض اختبار الطيارين وإجراء التدريبات الأولية والأساسية وتتميز هذه الطائرة بالهبوط والإقلاع على سرعات منخفضة تم تصميم الطراز الأساسي للطائرة وفقا للمتطلبات الحمولة الخاصة بالألعاب البهلوانية الجوية وتم تصنيع الطراز المسلح للطائرة وفقا لمتطلبات خاصة بفئة الخدمة والحمولة ويذكر أن صربية بعد اندلاع الحرب الأهلية في التسعينيات من القرن الماضي وضعت تحت نظام مشدد لتقييد واردات الأسلحة وصادراتها بمجب قرار المقاطع المتخذ في الأمم المتحدة كما استهدفت قوات حلف شمال الأطلسية المنشأة العسكرية الصربية بالقصف في عام 1999 جراء أعمال القمع التي مارستها صربية ضد الأهالي من الأصل الألباني في محافظة كوسوفو الجنوبية فأصابت غارات الحلف الأطلسية التي استمرت على مدى 11 أسبوعا مصانع انتاج البنادق والأسلحة الصغيرة والصواريخ والصواريخ المضادة للطائرات والذخائر وتقع كلها في وسط جمهورية صربية ترجمة نانسي قنقر